السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها لفترة الجان شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تحديدا تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا ومشاعرنا وافكارنا من منظور علوم الطاقة هدفي من القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية أخلصكم من أي طاقات سلبية داخلها بتشعروا بها وبتأثر على حياتكم وعلى الجسم المادي وعلى الجسم الأسيري هنكمل مع بعض السلسلة اللي بدأناها وهي سلسلة تفكير مستمر في الأشخاص النهاردة هنتكلم عن العلامات الطاقية العلامات الطاقية اللي لما نشعر بها نعرف أن في شخص معين موجه طاقته لنا في شخص معين شاغل تفكيره وشاغل ذهنه بنا في علامات طاقية بنستدل منها بنستدل منها على الشخص اللي بيفكر فينا وإيه نوعية تفكيره؟ هل بيحبنا؟ هل بيتلاعب بينا؟ هل بيحقد علينا وبيكرهنا؟ احنا بنستدل من خلال طاقة اللي بنشعر بيها كل حدث في الكون في هذا الكون بيبقاله علامات علامات بتدل على أن فيه شيء هيحدث أو شيء بيحدث بالفعل فيه علامات بتبقى علامات تحذيرية علامات طاقية بتنبهنا بترشدنا زي ما فيه انذارات وعلامات للخطر إشارات انذارية لقدوم مثلا الزلازل العلامات بيستدلوا عليها لقدوم مثلا تسونامي لقدوم أي كارثة أو أي حدث بيبقى قابله أو كسوف الشمس أو كسوف القمر بيبقى فيه قابله علامات بتوضح هذا الحدث في علوم الطاقة فيه علامات طاقية لما نلاحظها أو نحس بيها نشعر بيها نعرف دايركت إن فيه هنا حد أو إنسان شاغل تفكيره بينا من أهم هذه العلامات الطاقية إنك في شخص مسيطر على عقلك ومش قادر تتخطى هذا الشخص ولا توقف تفكير فيه مهما حاولت لأن طاقة الإنسان مش مهيئة لكده أبدا مش مهيئة أنه يفضل يفكر في إنسان أو في حدث أو في موقف 24 ساعة وهذا الإنسان مش قادر يطلعه من مخيلته دي من أهم العلامات الطاقية الشعورية لأن لما تشعر بها وتحس بيها تتأكد مليار مليار في المية إن فيه شخص معين بيفكر فيه وعقلك بيبقى محدد لك هذا الشخص مش سيبها لك عيمة كده لا يمكن دا أو يمكن دا لا دا شخص محدد بعينه وعقلك محدده لك انت عرفت منين إيش معنى هذا الشخص اللي عقلك مسبت عليه ومركز عليه ممكن شخص تاني طيب إيش معنى هذا الشخص لأن عقلك اللي واعز تقبل منه إشارات طاقية من هذا الشخص تحديدا بالضبط بشبهها بإشارات الموبايل لما الفون يرن ما بيرنش بخمسين اسم شخص لا دا بيرن باسم شخص معين ليه يقول لك مثلا صديق الفلاني بيتصل بك إيش معنى ما قالكش محددكش يمكن الصديق دا أو الصديق دا أو الصديق دا يمكن محمد أو أحمد أو عبد الله بيتصل بك لا دا محدد لك اسم معين ليه لأن وصلته زبزبات وإشارات من هذا الشخص من تليفون هذا الشخص اتصل عليك طاقته اترسلت ليك برضو التفكير بالضبط بنشبهه بهذا التكنيك فلما فيه شخص مسيطر على تفكيرك وعقلك محدد لك هذا الشخص اعرف إن عقلك اللي واعي بيتلقى إشارات طاقية وزبزبات طاقية من هذا الشخص وعقلك اللواعي بيرسل عقلك الواعي إشارات تنبيهية بيقول لك اسحى وفوق في الشخص الفلاني بيفكر فيك دي من أقوى أقوى العلامات اللي نستدلي بها إن فيه شخص معين في هذا الكون ومحدد لك هذا الشخص بيفكر فيك ما نتعبش نفسنا ونقعد نحتار ونقول يمكن الشخص ده أو الشخص ده لا إنت عقلك مزبط لك الدنيا ومحدد لك الشخص إنت بقى الشكل اللي بيرودك إيه إن بيحبني ما بيحبنيش بيحبني ما بيحبنيش إنت تتأكد مليون في المية إن هو شاغل تفكيره بيك بتعرف بقى إزاي بيحبك أو مش بيحبك أو بيتلعب بيك أو بيكرهك ده بنستدلي بيه برضه من العلامات الشعورية اللي بنحس بها تجاه هذا الشخص هل بتحس تجاهه بمشاعر اشتياك وحب وحنين وراحة وسعادة واطمئنان هل بتحس تجاهه بمشاعر قلق وتلاعب وخوف وغيرة وحجب إيه نوعية الشعور اللي مسيطر عليك أثناء هذا التفكير وفي ناس كتير ما بتبقاش برضه قادرة تحدد ما بتبقاش قادرة تحدد خايفة يكون الشخص بيتلعب بيها هو ممكن يكون فعلا بيتلعب بيها بيبقى فيه طاقات مضللة الشخص هنا بيفكر فيك آه لكن مثلا إيه بيفكر فيك عايز يعلقك بيه بيمر استمرارين تخطر عايزك تتعلق بيه عايز ينتقم منك في حاجة معينة فعايز يعلقك بيه ويشغل تفكيرك بيه كده فانت هنا تقوم متعلق بيه لكن هو في الأصل مش بيحبك وممكن هو موجه هنا تقطق لك وبيفكر فيك آه بس ممكن يكون بيتلاعب بيه بيبعت لك طاقات حب مضللة تقوم انت مفكر فيه تقوم انت متعلق بيه هو كده بقى يبقى مسيطر على العلاقة ويعرف يوديك ويعرف يجيبك ويعرف يسيطر عليك هنا الشخص ده بيبقى متلاعب معك وانت بتحس ده من خلال الطاقة في علامة شعورية كمان آه علامة قوية جدا جدا تعرفك ان هذا الشخص صادق صادق فعلا وبيحبك فعلا وبيفكر فيك آه تسيطر عليك مشاعر من البكاء مشاعر صادقة من البكاء حالة صادقة من البكاء تحس ان انت فعلا عايز تبكي وبتبكي فعلا مع اشتياق شديد لهذا الشخص اعرف هنا ان لو حسيت بهذه المرحلة ووصلت لهذه المرحلة ان فعلا الشخص الاخر مشتق لك والشخص الاخر بيحبك والشخص الاخر بيفكر فيك يبقى لو وصلت لدرجة ان تفكير مستمر مع حالة من البكاء حالة من البكاء آه القوية جدا جدا مع شعورك بالاشتياق لهذا الشخص اعرف ان الشخص الاخر فعلا صادق في حبه اليك ومشاعر الحب هنا وصلت لدرجة عالية جدا 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 هي اللي سببت حالة البكاء انت مرة واحدة كده لقيت نفسك ولقيت نفسك بتبكي لا اراديا غصب عنك هتلاقي نفسك وقفة بتبكي ومنتش عارف ايه سبب هذا البكاء وبتشعوري باشتياق شديد الى هذا الشخص اعرفي هنا ان الشخص صادق فعلا فعلا وبيفكر فيك فيه علامات طاقية كتير جدا هشرحها في الحلقات الجاية لان وقت الحلقة مش هيكفي ممكن ترجو بقيت الحلقات انا عاملة فيه حلقات تانية في القناة بتكلم فيها عن العلامات الطاقية تقدروا تتابعوا الحلقات اي حد عنده استفسار اي حد بيعاني من مشكلة ياريت يكتبلي في التعليقات وانا هسيبلكو رب